في الفترة الماضية كانت هناك ملاحظات كثيرة لديناك أعضاء مجلس النواف المحافظة بدءاً فيما يخص الموضوع التجاء البيوت الزراعية أو ما يطلق علي طاب 20 أو 25 تحديداً وما وصل إليه من تهديم لهذه البيوت كان رأيي في هذا الموضوع أنه حكومة محلية بالمحافظة ودورنا كمجلس نواف متابعين أن نقدم الخدمات للمواطن الميساني وأن لا نمضي بهذه الإجراءات حقيقةً هذه تسبب نفور لدى المواطن نحن ملزمين بتقديم الخدمات لذلك كان الحديث مع الأخ الرئيس فيما يخص موضوع قطع الأراضي أن تتوفر وحديثنا مع الأخ المحافظ في الفترة السابقة بتشكيل لجنة من كافة الدوار وتحديداً خاصة بموضوع توزيع قطع الأراضي هذا الموضوع جداً مهم سبق وأن كانت لدينا ملاحظات على أداء المحافظة السابق لمدة 14 سنة لم يستطيح تقديم الكثير من الخدمات لا نريد أن تكون هذه السياسة هي ذاتها تعود للمحافظة محافظة ميسان تحتاج إلى جهد كبير فهذه الملفات ممكن أن تكون بها إشكاليات كثيرة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم قام بتشكيل الجهد الهندسي الكبير بالمحافظات بصورة عامة وأعطى مساحة كبيرة بتقديم الخدمات حتى ما يطلق عليه بالتجاوزات أو الحواسم في محافظة ميسان وباقي المحافظات لذلك هذا جهد الحكومة الاتحادية تنضي لذلك لا نريد أن يكون بمحافظة ميسان ما يكون فيه ضرر على المواطن